سؤال في رسالة العبرانيين بيوضح ان دبائح العهد القديم كانت متكررة بكثرة لانها غير كافية وغير مخلصة لكن المسيح قدم نفسه مرة واحدة فوجد فداءا ابديا طب ليه احنا بقى بنقرر التناول باستمرار اسبوعيا بالرغم ان التناول مرة واحدة هو ايضا يغفر خطيئة وله كل مفعيل السؤال ده انا جوابته قبل كده بس بيتكرر من الناس في الحقيقة احنا بنتناول كتير لان ده امر مخلصنا الصالح لما قال كلما اكلتم كلما اكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس مذكورة فيه رسالة كورانسوس الاولى ولما قال صناعوا هذا لذكري ساعتنا مأسس السير اللي هم عملوه ما قالش مرة واحدة المعمودية مرة واحدة زكرت في كتاب المقدس في قانون ايمان في رسالة افسوس الصحاح ارباع يقول لك رب واحد ايمان واحد معمودية واحد اذا هنا المعمودية تتعمل مرة واحدة ودي حاجة منطقية لان المعمودية ميلاد زي ما احنا بنتولد من امهاتنا مرة واحدة مش بتتكرر بنتولد من الكنيسة مرة واحدة في المعمودية مش بتتكرر لكن لما بنتغذى سواء اللي بيرضع من امه او بعد كيب ناكل ده متكرر فاحنا بنتعمد مرة واحدة ونتناول كتير على اساس ان ده التغذية والاتحاد المتكرر ومستمر بالمسيح كل بقى التناول اللي بتناوله كل يوم او كل اسبوع حسب نظامك هو مستمد من صليب المسيح اللي اتعمل مرة واحدة ومش بيتكرر عشان كده حطوا في بالكم هذه العبارة القداس ليس تكرار للصليب ولكنه استمرار للصليب ده بيحد المسيح مستمرة وبناخد منها كل يوم يعني سمحني في تشبيه اللي هقوله تخيل ان ماما دخلت المطبخ عملت لنا اكلة حلوة الاكلة دي موجودة في وعاء وبعدين حد جعان اخد من الوعاء ده الحلة دي وبعدين قاعد منه البكرة واقعد منه البعض ادخل اخد من نفس الحلة تخيل بقى ان الغذاء اللي عملهن المسيح مش بيخلص بناخد منه كل يوم من ايام المسيح تصلب الى مجيء التاني ومش بيخلص لانه زبيحته زبيحة دائمة فاحنا كل يوم بناخد من نفس الزبيحة والتعبير ده قاله القديس يحنى ذهبيه الفم بوضوح قال ما تفكرش اللي احنا بنعمله في القداس شيء واللي عمله المسيح يوم خميسة العهد الشيء اخ هو نفس الزبيحة وفي كل قداس بيكون المسيح حاضر بنفسه يناول المؤمنين بيده من خلال يد الكاهن ويباركهم بصفة رئيس الكاهنة الأعصي ترجمة نانسي قنقر